اهلا بكم من جديد مشاهدينا دكتور صادق لديك مصطلح العلوية السياسية وهو مصطلح مقاربة اذا بدك لمصطلح المارونية السياسية كيف تشرح لنا هذا المصطلح اليوم طبعا انا طرحت هذا ده اول مرة بمقابلة بالاوريان نعم وبعدين بمفس المرحلة في مقابلة بالحياة وطبعا اثار جدل ونقاش ولغط وشتائم وردود يعني شي معقول وشي طبعا يعني لا معقول بهالشي واذا بدي اول شي اشرحها للفكرة عواض ما اعطيكي تعريف هيك يعني مثل التسطور او شي خلينا ناخد كمان نموذج عيني بنوع من نعمل تجربة زهنية بالزهن يعني خدي مثلا مصر نعم تقدر تتصوري انه رئيس الجمهورية قبطي الى الابد نعم قائد الجيش قبطي الى الابد امراء ضباط الجيش اقباط الى الابد كل المناصب الحساسة اقباط بايدي اقباط الى الابد نعم تقدر تتصوري انه القطاعات الاقتصادية المربحة بشكل سريع والاخره كلها تتابعة لسلالة قبطية الى الابد نعم خابلة للتصور عندك ايه نعم او خدي تركيا مثلا نفس الشي رئيس الجمهورية كردي مثلا صحي اوكي قائد جيش كردي كل الضباط المهمين اكراد الاقتصاد المربح بيد الاكراد وكله الى الابد نعم طب هذا الشي اللي غير لا يصدق بالنسبة ببلد مثل مصر او تركيا كان عايشينه نحن ب بسوريا بسوريا نعم وهي معنى يعني لو هالشي هذا يتصورنا بزهننا نقدر نقول عنك وقته اذا بمصر نقول قبطية سياسية نعم اذا النظام يبني طائفيته على يعني على السياسة وليس المذهب طبعا يعني نفس الشي بس انه انتماء هاد ومذهب هاد الباقي عم يشعر كله بالتهميش مشان هيك مش ممكن هالشي هذا يصير بمصر او بتركيا هاي يعني نموزج عن شو ممكن تأني العلوية السياسية هالنوع من الهيمنة والسيطرة وبكثافة يعني والرموز البشرية يعني هل يمكن ان تكون ايضا ربما سنيا وعلوي لهو بمعنى انه ايضا النظام استخدم الكثير من السلوك اليومي للبشر لهو طابع طائفي مثل اللهجة مثلا اي شخص يتحدث باللهجة العلوية في مدينة دمشق وقد يكون هو سني يعني ولكن يتقن اللهجة العلوية ويتحدث بالقاف يمثل سلطة اوكي بس هي يعني شغلة اللهجات هي يعني دائما في مصخرة على بعض يعني لكن لهجة العلوية حاضرة كسلطة اي يعني مثلا بعني في شوان من زمان مصخرة على مثلا لهجة اهل الحران مثلا او اهل لهجة البدو بالنسبة للعلوية السياسية انا وقت طرحتها يعني البلد تعرفي معبأ طائفيا الى اقصى حد صحيح وغرائز الثقر والانتقام منفلتة من عقالها لدى كل الاطراف لدى كل الاطراف لدى كل الاطراف اي اوكي فطبعا المستهدف اكتر شي هو الطائف العلوي لانه بسبب مرتبطة بهالشي فانا اردت من هالطرحت انه المهم هو العلوية السياسية وليس العلويين كبشر كطائفة كقوم كمواطنين سوريين المهم هو التوجه الى الطغمة نعم اوكي الطغمة العسكرية الامنية المالية اوكي هاي اللي مطلوب اسقاطها اوكي مو العلويين كعلويين فهمت لسبب ما بالعكس فهمت كأنه مزمة للطائفة العلوية مع انه انا اردت تحييد اوكي التبرئة من يعني غير متورت بالدم السوري وانه ثورة التجه نحو العلوية السياسية ومقارنة مع المرونية السياسية كمان يعني كان فيه طغمة اقطاعية تجارية مالية بلبنان متحكمة بكل المفاصل الدولة هاي المرونية السياسية وبلبنان كان دائما شكوى رئيس المزارة انه هو باش كاتب طبعا رئيس وزراءنا بسوريا اقلب كتير من باش كاتب بلبنان كان باش كاتب عند رئيس الجمهورية وصار يعني انتفاضتين او حربين في 58 صار حرب اهلية صغيرة مني يعني حرب اهلية اخدوا فيها السنة بعض الامتيازات وبعدين الحرب الاهلية يلي اسقطت المرونية السياسية وصلاحيات يلي كان يتمتع فيها رئيس الجمهورية ممثل راحت لمجلس الوزراء عمليا للسنة نعم لكنك تتحدث عن العلويين وانهم هم الطائفة الاكثر المستهدفة يعني بالدرجة الاولى البعض يقول انها غير مستهدفة نهائيا البعض يقول يعني انه الطائفة مستهدفة من نفسها من النظام نفسه النظام هو من يقود ابنائه لمعارك فاسرة هو من يودي بهم الى الموت والدمر بينما اي مجزرة حدست حتى الان او استهدف كان بحق السنة كيف يعني ترد على قول هذا القول طبعا اللي عانى من الهدي والطائفة العلوية عانت ايضا من النظام لا شك في هذا لكن بالثورة في قوى ثقرية في جناح ثقري بدي يستهدف العلويين ما في يعني بالثورة على الارض ولذلك مهم جدا بالثورة على الارض ام على الصعيد الثقافي دكتور كيف بالثورة على الارض على الارض لا على الارض في جناح ثاري ثاري انتقام على صفحات الفيسبوك وفي الصحب بدي يتشفى بدي يتشفى وهي انا ما بعرف كيف لازم نتلفع طب برأيك رغم كل هذا احساس العلوي بانه مستهدف لماذا حتى اليوم يعني لماذا الطائفة ما تزال غير مبالية تجاه حملات التشيع التي تغزو الساحل وطبعا اليوم حملات التشيع لم تعد كما قبل الثورة يعني باتت تحمل ابعادا سياسية ثقافية اجتماعية ديموغرافية وعسكرية وديموغرافية ايضا يعني لتغيير هوية بلد ومنطقة باكملها لماذا العلوي ليس مبالي اذا بدك بانتماعه للطائفة العلوية يعني حقيقة ما بعرف كفاية اللي حتى قدر اعطيكي لكن كشي بشي عام انا بشوف بانه العلوية السياسية بازرعتها المخابرات الجيش الاقتصاد مخلوف الا الاخرهية يعني وتحت في هالقاعدة يعني الاحساس بانه يعني ما سيفقد سيفقدونه نعم يعني شغلة لا تحتمل ولذلك التشبث والقتال حتى اخر بالطرف الثاني فيه كمان شعور بانه يعني خلص صارت مرة واحدة هيك وما ممكن بقى تنعاد بسوريا ومن هون حدت الصراع والحرب وشراستها بين النظام والثورة والشراسة هي يعني يعني يعطيت مدد لأشكال داعش وأشكال النصرة والإسلام الطالباني يلي ما عنده شيء للعنف نعم طيب برأيك هل هناك وسيلة لإعادة بناء الهوية الوطنية الجامعة يعني لكل السوريين هل لها مكونات يمكن الحديث عنها ما بعرف شوية مسيلة يعني لكن ما بدي أقول أنه ما في وسيلة يعني أنا بحط أملي إلى حد ما بأنه على نسبيا على نموذج لبنان وقت اللي بلشت إعادة إعمار لبنان بإقرادة موحد مثل حريري رفيق الحريري يعني الناس التهت عن بعضها بعملية إعادة الإعمار وب كسب قوتها بتحسين شروطها الحياتية إلى آخر مدت انتدت حوالي سبعة ثماني سنين يعني كمرحلة انتقالية قبل ما ندخل المرحلة الثانية يعني حزب الله بدأت يسيطر على الدولة يعني أتوقع أنا أنه ممكن نمر بمرحلة من هالنوع هالمرحلة انتقالية يكون فيها الاقتصاد وإعادة الإعمار هو الهم الرئيسي للناس وبيلهيهم عن بعض وبيلهيهم عن أنه كل واحد يروح ياخد تارو من الثاني هل إذن بس برأيك نجح النظام بلعبته الطائفية يعني أنت حدست عن طائفة بأكملة مستهدفة ونحن نعرف أن الأقليات عموما لديها تخوف من السنة يعني فإذن هل فعلا النظام نجح بس هذا الخوف طبعا النظام نجح لكن ما نجح كليا يعني يعني ما في طائفة من حق عبقت نفسها كليا لتقاتل معه أو يعني تقاتل يلي عم يقاتلوه هذا ما صار لسه ممكن يصير بمستقبل ما بعرف يعني ما بدي إجزم وقتا بتصير منحقة حرب أهلية لكن حتى الآن طالما أنه المكونات الشعب السوري ما لم عبق نافع بشكل جماعي وكي وتحط جهد بهذا شي هذا وهذه ما بعتبر أنه بعد لسه حرب أهلية دكتور ماذا تقول بربنان حرب أهلية لأنه الدون والدروز والمعاور نزدوا بعض نعم نحن ما زارت الدولة هي الفاعل الرئيسي على الأرض بالعراق حدث أنه ما في جيش ما في دولة ما في سعر حزب ما في نشاء العنوان الأمريكان أنه كل شيء بهذا الشيء دكتور صادق يعني بختام لقاءنا مستقبل سوريا طبعا كثير سؤال صعب ومستقبل غامض لربما معظم المحللين وحتى الزعماء وأصحاب القرار برأيك لين رايحة سوريا يعني أنا مثل ما قلت لك مالي مقتنئ بأنه سوريا سيتم تقسيمها الشيء الوحيد هو ممكن أنه الأكراد يسكون عندهم جيب مستقل بس أكتر من هيك ما بعتقد الرايحة جزء منه لأنه الدول العظمة بحد ذاتها يعني مالا بتفضل تتعامل مع كيان مثل لبنان أو مثل سوريا أو مع كيان مثل العراق أسهل بكتير من ما يتعاملوا مع كيانات فلذلك مو بالأجندة تبعهم أنه يشجعوا على تقسيم سوريا إلا إذا أهل البلد نفسهم بالأخير الهند يعني راحوا باتجاه السيناريو الأسوأ أوكي وتحورت بالفعل لحرب أهلية وانكسابات من هالنوع هذا أو غير شخصية مندلا والإحتمال الآخر هو أنه على طريقة سليمان الحكيم وطريقته بالأم الأم الصبي والأم المزيفة أنه الأكثرية السنية تتصرف بسوريا كأم الصبي نعم أوكي والتعمل هي التضحية وتتنازل من أجل إنقاذ الصبي من أنه الشريط نعم دكتور صادق فعلا سؤال أخير فعلا سؤال أخير لكن يعني كثير من الانتقادات توجه للثورة السورية أنها لم تنتج يعني كانت تفتقر لقادة ومفكرين ومنظرين يعني لم تفرز يعني والمثال ولدينا أمثلة أيضا في المقابل مثل المفكر أدونيس الذي يصر حتى اليوم لا ينحاز لثورة شعبه للثورة السورية بشكل عام حتى لو لم يكن سوري لماذا برأيك ليس بالضروري أنه كل ثورة يكون فيها يعني روسو أو لينين أو تراتسكي أو يعني هي مو قاعدة لكل لكل حركات الاحتجاج والثورية إن كانت مدنية أو إن كانت معسكرة نحن دائما نأخذ الثورة الفرنسية كنموذج وبالصيب بدنا ندور على مكونات في كل محل يعني تشبه فيها الثورة الفرنسية بالنسبة لأدونيس يعني 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 أدونيس الأدين من طبعا المواقف يلي أنا اشتغلنا سوا مع بعض ببيروت هذا بأعتقد انتهى مع قيام الثورة الإسلامية في إيران نعم في إيران وبروز نظرية ولاية الفقية نعم وكي وهو يبدو يعني انحاز له الشيهاد وصار بيني وبينه أنا سجال وكتبت كبير كبير وقال في صحيفة الحياة وما يقوله الآن هو يعني استمرار اليوم تمت شيء جديد انه سلسس الشعب السوري ترك سوريا هاجر قال هاجر من سوريا وليس هجر يعني هاجر الشعب السوري بإيرادته هاجر انه شعب شعب بهاجر ليعيش في الخيام وليعيش في الخيام يعني الشعب السوري هاوي خيام يعني يعني كان دائما مع القضية الفلسطينية ومع اللاجئين الفلسطينيين وإلى آخر اللي كمان يعني هجروا تهجير وكي يعني بالنسبة ل ومقابلته الأخيرة بالسفير نعم زرد السفير يعني هو يلعن الأصولية والماضوية في ثقافتنا لكن منهجه ماضوي وأصولي إلى أقصى حد لأنه لحتالية نفهم الحاضر رجع هو أيضا لقريش والأنصار والخلافة الراشدة وزكرا المأمون وزكر خلفاء بني أمية لأنه لحصتنا هاي يعني نفهمها على ضوء شيء صار من 15 قرن مشاهدين أبقوا معنا الأسبوع المقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر